الفوضى تعم العالم كله سياسيا وفنيا ولكن يتوقف عندها كرويا الآن أستاذ إبراهيم لما يكون الهرم مقلوب ماذا تنتظر من نتائج القاعدة أن تكون الإدارة أقوى الحلقات طبعا ولكي تكون الإدارة أقوى الحلقات لكن يجب أن تكون هي نفسها تصرفاتها تأتي بسيطرة أن كل واحد في المنظومة زي ما بيأخذ حقه بيتحاسب على اللي هو كيف يستقيم الظل والعود وأعواج لا نقطة كمان أنت أحيانا عايز تمشي نظام لكن أنت لو عندك مهزوز إداريا ماليا إقتصاديا إعلاميا مش هتبقى بالقبضة التي يمكن أن تؤتي بهذا الاتصاق وهذه السيطرة وهذا الانضباط المشهد الكروي تسود علاقات بين كل عناصر لعبة أنا مش شايفة في أحسن حالاتها مش شايفة في أحسن حالاتها الإعلام في اتجاه ويتنامى واملك من وسائل الضغط سواء الإعلام أو الإعلام الموازي على الأندية انتشر وسائل الإعلام تركب العربية تلاقي اللي بيكلمك ويستطيع بالليل يقول لك فكرة والصبح يأكد عليها ثم على مواقع التواصل الاجتماعي يبتدي يدعمها وكلنا عارفين إزاي والطرق وخلاص ما بقناش محتاجين نتكلم كتير في الأمر ده فتبص تلاقي بعد شوية وكأن الفوضى هي الحقيقة وكأن الخطأ هو الصواب وكأنك النهار ده لما تحب تتكلم في موضوع غلط أكنك أنت يا بالطبل يا صاحب مصلحة يا تهاجم فمزيد من عدم يعني من الضعاف وعدم التأثير لا يمكن المشهد الكوري اللي يفرز التصرفات اللي عايب النهار ده الهرم مقلوب بدأ الإدارة ما هي أقوى حاجة بقى اللاعب أقوى حاجة من خلال إيه؟ من خلال مصالح من خلال وكلاء من خلال إعلام بعضه يعني بحسن نية وبعضه بسوق نية وبعضه موجه يا دي حقاق يجب أن ندركها جميعا مش عايز أقول أمثلة لأن بمجرد ما حقول المثل بدون ذكر أسماء الناس حتشاور يعني إيه اللعيب النهار ده عايز يسحب حق المدرب في إحداث التغيير أو التشكيل يعني إيه؟ إمتى وجات من إين؟ فارق اللي يقولك أصل اللعيب اللي ما عندهش غيرة إنه هو يتغير أو عايز يلعب يبقى موظف لا دي مش غيرة ده أنت طالع بتعبر بأسوأ طريقة من طرق التعبير على تغييره خربه عن نظام على طول رغم رغم أن أنت فاهم كواسي قوي أن الفلسفة مش معنا كده أنا كلاس بيكون وحش إن عايز إتاحة فرصة لبدائل عشان يعمل التدوير عشان يخلق تجهيزات لعناصر تانية عشان سياق المباراة وظروفه في اللحظة أنا محتاج إيه فيما تبقى من وقت في عشر أسباب ممكن يكون مش منهم إن أنت قليل وحتى لو أنت قليل أنت مش هتا اللي بتقايم نفسك إزاي هذا الرفض العلني يبقى بالمنظر ده طبعا الناس عارفة وأنا مش عايز أضغط أكتر من كده لأن اللعيب اللي مش هيفهم حدوده هيبقى مؤذي للفريق مش لنفسه بقى وهي مش هتتفق عند حد باسمه ممكن دي تبقى لحظة انفعال وصاحبها نادم عليها فعلا ده بينه بين فريقته يبقى قيمه بعض لكن لازم يفهم هو وغيره 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 أن ده رأي العام الناضج مش هيقباله وإذا قبله يبقى فيه حاجة غلط ولا هيه طبعا في سياق آخر وفي نمازج أخرى وفي أماكن أخرى شفنا مشاهد برضو تحدث بغرابة شديدة وبساطة شديدة وليه هل يهجمها وليه هل يدفع عنه يا جماعة الإدارات عايزة دعم لما تلاقوها بتحاول يدعموها والإدارات شأنها شأن الحكم شأنها شأن المدرب شأنها شأن حاجات كتيرة في حياتنا رب الأسرة الذي يتخذ من القرارات الذي يتصور أنها صواب إذا ما جابتش النتيجة الفورية يبتدي يقايم على أنه هو الغلطان فتتسعب صلاحيات رب الأسرة من إيده عشان تنزل فين؟ للأبناء للجرال للزوجة تبتدي يختل الميزان طب تسمح لي أحد ده أكتر؟ التحر بقى أسمي؟ بس أنا مش هدفي أنا ليه مش عايز أسمي مش أن أنا يعني مش عايز أشاول لأنني مش عايز أربطها في شخص أنا عايز أربطها بتصرف هي القضية جماعة أنا عايز أربط الموضوع بتصرفات الكلام ده مهم جدا حتى أنه المهندس عادلي قاله قبل ما نبدأ الحلقة يعني ربط كلام قبل ما نقول حتى العنوين وربما ده لأنه دي الأهمية الكلام ده مش بس لأنه صادر من حد على درجة عالية جدا من الخبرات والغيرة على الأهلي والحفاظ عليه لا كمان لأنه صادر في توقيت مهم في الشطر الأول المقصود لأنه أعلن دوي جهاز الكرة في النادي اللي هي لكابتن خالد بيبو أعلن توقيع عقوبة أو غرامة على الكابتن محمد مجد أفشة لأنه عبر يمكن ده أعلن من الموقع الرسمي للنادي على لسان كابتن خالد بيبو فما لما يعلن بشكل رسمي لازم أن ناخد بالنا أنه أنا بس عايزة أصحح لفظ صغير على التصرف تعليقي على تصرف مجد أفشة مش على مجد أفشة مش على مجد أفشة فالتصرف إبداء الاستياء من قرار التبديل أزعجني فده شيء مزعج جدا أنت ده مبدئيا رقم واحد في خروج على النظام لا يليق بلاعب في النادي الأهلي ومش عايزة أقول لعب في حجم مجد أفشة لعب في أي لعب صغير أو كبير مش مسموح لحد الخروج على النظام العام للفري رقم اتنين تصدير صورة سلبية عن الفري وأوضاعه للجمهور فده برضه خصما من رصيد السقة لدى المدير الفني ثلاثة إشاعة حالة من الفوضى بين زميله هي دي هي دي فده مسألة في منتهى الخطورة شفنا أننا كبرنامج من مسؤوليتنا عن الأهلي وعن أوضاع الأهلي أننا لازم ندق نقص الخطر حتى قبل ما ندخل في الحالة أولا السنة اللي فاتت كان مشاور عن قاتل قوة في الأهلي الإنضباط قط اللبس وربطوها مش عارف بالعدالة والتدوير وكل الناس عندها أمل وكل الناس عندها فرصة وإن الراجل بيطلع يواجد أنا الفرق كل عندي نجوم ما فيش حد مميز إلا اللي بتمرينه هو ده اللي في اللحظة دي بيميز فلما يبتدي أي حد يهز هذا الكلام هنا المؤشر يبقى قد يفصل لك على متوفيق جاي منين ساعات يعني أنت في اللي فات ده كل أنت ما تستحقش لا يديع منك السوبر ولا تخرج بالطريقة دي لكن كمان ما تستحقش أنك تبقى مطم من الناس على النتائج النتائج لا مش أحسن حاجة فيه فترات بتقول أن الفرق على أعلى مستوى من الأداء لكن مش على مستوى طبيعي من التوفيق يا جماعة من فضلكم ويرجع تنقول نحافظ على أسباب التفوق من غيرهاش عندما لا تعدس مش قصدي حاجة محددة قصدي هنا في المطلق بقى خلينا تشوف إحنا نجحنا السنة الفاتحة إزاي ونكمل على هذا الإسلوب طيب الكلام واضح جدا والنصيحة حتى وإن كان فيها هذا القدر بين المصارحة لكنه تبقى مصلحة الأهل أهم من أي فرد وأي نجم